أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزين المشاهدين سريعا الأخبار اللي عندنا النهاردة رسميا عودت الجمهور للملاعب في أول إسبوع للدوري الجديد خلاص تقرر أن يكون متواجد جمهور في خلال المباريات الأولى للدوري العام المصري طبعا كل التحية لوزارة الداخلية ولرابطة الأندية الحية في التعاون الملحوظ في هذا الموضوع كل اللي عايزينه أن احنا نشوف الجمهور مرة أخرى يعود إلى الملاعب لأنه نحن الفترة اللي فاتت الحمد لله الدوري مستوى الفني بيرتفع الأمور جيدة جدا ملاعب على أكتر الملاعب الحقيقة جيدة جدا ولكن في النهاية بدون جمهور دائما ما بتكون عندنا المتعة غايبة الجمهور هو أحلى حاجة في كرة القدم لما بتحس كده أن الملعب كله مليان حواليك وانت في الملعب غير لما تحس أن الملعب فاضي لما تيجي حتى تجري ولا تعمل الملعب فاضي لكن لما بيبقى الجمهور حواليك الحقيقة بيفرق كتير جدا 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 فتقرر عودة الجمهور بحضور ألفين مشجع بواقع ألف لكل فريق في كل مباراة بالموسم الجديد بشكل مبدئي بعد موافقة الجهات الأمنية وقال الأستاذ أحمد دياب أن هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط وحابب أشكر كل أعضاء الرابطة على مجودهم الكبير خلال عشرين يوم وفرصة سعيدة تكون قرعة الدوري تاني أيام فوز منتخبنا الوطني على ليبيا في تصفيات كأس العالم قال أيضا وده خبر رائع جدا أن مباريات كل مباريات الدولي سوف يتم نقلها بتقنية الـ HD من خلال عشر كاميرات لكل مباراة وحابب أعلن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية أيضا على عودة الجمهور وده اتكلمت فيه مع حضراتكم رابطة الأندية بتكرم عشرين أسطورة مصرية كابتن ماهر همام كابتن علي بوجريشة كابتن صابر عيد كابتن عبد الزهر السقا كابتن عبدالخضري كابتن جمال عبدالحميد كابتن شطة كابتن محمد الجارم كابتن طه اسمعيل كابتن حمادة صدقي كابتن أبورجيلا كابتن أيمن يونس كابتن سيد معوض